اهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بينقوسين نناقش فيها التحديات التي تواجه حملات التوعية بمخاطر فيروس كورونا حالة استنفار غير مسبوقة تعيشها دول العالم بسبب مخاوفها من بيروس كورونا على العكس تبدو اليمن وكأنها في كوكب آخر حالة لا مبالاة تغلب على المشهد في عموم المحافظات على بعض المظاهر الاحترازية التي لا ترقى لمستوى المخاطر المحتملة من هذا الوباء الذي يلتهم يوميا أرواح مئات وآلاف من دول العالم رسميا أعلنت الحكومة عن إجراءات احترازية وتشكيل لجان على مستوى المحافظات المحررة وبالمقابل أعلنت ميليشيا الحوثي عن إجراءات في المناطق التي تسيطر عليها وبالتوازية تحرك المجتمع المدني من خلال المنظمات والمبادرات الشبابية للتوعية قدر الإمكان بما يجب على المواطنين فعله لتجنب احتمالات الإصابة بهذا الفيروس القاتل لكن التحدي الأكبر والسائد هو ضعف التفاعل مع حملات التوعية حد جعل من بعض المبادرات محل سخرية وعدم اهتمام من المجتمع المحيط عن ثقافة المجتمع وطبيعة التحديات التي تواجه حملات التوعية بمخاطر كورونا ستكون حلقتنا اليوم من برنامج بين قوسين وبالبداية قبل أن أرحب بضيوفنا ذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع من محافظة شبوة نتابع سويا من أكبر التحديات التي تواجه فيروس كورونا في الجانب الصحي أول حاجة قلة الوعي المجتمعي خاصة أننا في محافظة شبوة حيث أن المجتمع مجتمع قبلي وريفي ويحتاج إلى التوعية التثقيفية بخطورة الفيروس كذلك عدم التزام البعض بالحجر المنزلي وذلك مهم جداً كون الحجر المنزلي يوقيك ويوقي أسرتك من مخاطر هذا الفيروس من أعظم المواجهات التي نواجهها كون فرق متطوعين في النزولات الميدانية قلة الوعي من الناس طبعاً والاستخفاف بالمرض طبعاً نواجه أيضاً مشكلة كبيرة من حيث في المحلات التجارية والتجار وفي المحلات العامة بعدم التزامهم بإرشادات السلطات المحلية حيث وجهوا لهم مثلاً بإغلاق المحلات العامة التحديات بتصادف كثير من التحديات التي أنا أتكلم قبل أن الوعي لدى المواطنين ضعيف جداً في ناس قلة الذي ممكن يتقبل فنلاقي صعوبة كبيرة التوصيل هذه المهمة لجميع المواطنين فالناس استخد الأمر فاستهزاء أو يقول ما فيش أنا عندي للآن ما في عمل أي حالة طرأت في اليمن فنحنا نوخذ الشيء قبل أن يحصل متى ما حصلت حالة فهناك بيكون هناك عدوى بشكل كبير فنحن نعمل احترازية وقبل أن يوصل أي شيء لو سمح الله إلى اليمن تكون هناك المواطن مستقاب أو مستوقب أو عنده وعي كبير مع اللقان الذي بتنزل تعطيهم الإرشادات فهناك إرشادات في سلامة المواطن في سلامة المجتمع بشكل عام وأرجو من المواطنين أن يستعبوا هذه المشكلة فهي مشكلة كبيرة ومشكلها تواقه العالم بشكل عام ليس في اليمن أو في محافظة شبوة بشكل خاص إنما هناك وباء وباء غاتل إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من محافظة شبوة وبالفعل ما هو مؤسف عدم التزام غالبية للناس في اليمن وعدم الإدراك بمخاطر هذا الوباء والفيروس القاتل بينما دول العالم بشكل عام تعطلت تماما وذهبت بمعظم الموظفين إلى المنازل لتجنب الزحام والاختلاط للحد قدر الإمكان من الإصابة بهذا الفيروس نجد الواقع باليمن مختلف تماما وكي أن الناس يعيشون في كوكب آخر ولا يدركون فداحة وحجم ما يقومون به من استهتار للأسف إذن معنا من العاصمة المؤقتة عدن مدير إدارة تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة السيد عبدالله البكري أرحب بضيفي من عدن عبر الأقمار الإصطناعية سيد عبدالله مساء الخير مساء النور أخي مساء النور مرحبا بك أهلا وسهلا أهلا بك سيد عبدالله نتحدث اليوم عن هذا الوباء والفيروس الذي أشغل العالم وأخذت كافة الاحترازات للوقاية من مخاطر هذا الوباء نتسأل على مستوى اليمن ما هي التدابير التي تم اتخاذها للتوعية بمخاطر هذا الفيروس أولا أخي أرحبك وأرحب بجميع مشاهدين خناة بلقيس أولا سوف أشرح لك الموضوع من البداية وكيف وزارة الشباب والرياضة حسب تعليمات الوزير الأستاذ نافي البكري عملت على اتخاذ الإقراءات والأستاذ نافي البكري عملنا على تنسيق مع وزارة الصحة ممتلة بالوزير ناصر باعوم وعملنا ونسقنا على أكبر مستوى وبعد ذلك الوزير الأستاذ نافي البكري عطى ملاحظة أنه يجب تنشيط دور الشباب في جانب التوعية ونحن أيضا في الوزارة عملنا على تنشيط دور المبادرات والمنظمات والنظمات المجتمع المدني في جانب التوعية وعذر قدر المستطاع حاولنا توفير لهم بعض الإمكانيات وحاولنا تفعيل دور الشباب ولا ننسى أيضا أن المنظمات المجتمع المدني والمبادرات هي فعالة في المجتمع وأيضا لا أخفيكم أن وزارة الصحة ينقص الإمكانيات أيضا وهناك أكيد في معوقات على الأرض وأيضا كما نواصل كلمك أننا في نعم الاستهتار نعم المسؤولية المباشرة فيما يتعلق بالتوعية تقع على عاتق من بالضبط يعني هل أنتم في وزارة الشباب والرياضة يعني جهة مسؤولة بطريقة رئيسية فيما يتعلق بالتوعية نحن نسر غيية مسؤولة بشكل مباشر نعم لا أن نحن غيية مساعدة ليس غيية بس وزير الشاب والرياضة أحب أن هذه المشكلة هي مشكلة مجتمعية ومن قانب الأستاذ نافي البكري يحب أنه يشرك الوزارة لأنه يجيب عن الكل أن يتفاعل هو جهد رائع سيد عبد الله ولكن نتساءل في ظل هذا الوضع يعني ما مدى حضور الجهات المعنية بدرجة رئيسية فيما يتعلق بتوعية نفس وباتخاذ الإجراءات يعني من هي الجهة التي تعمل بشكل أكبر اليوم في الواقع للاحتراز من وصول هذا الفيروس أخي يشوف وزارة الصحة تعمل بقد نحن كنا اكتماعا أكتر مجتمع مع وزارة الصحة بس وفق الإمكانيات المتاحة لها تعمل على ما تستطيع على الإمكانيات المتاحة لها لكن نحن لأننا نمتلك أكبر شريحة من الشباب على استعليمات الوزير فعناهم عملنا على تفعيل دور الشباب وبحيث أنهم من يديروا المرحلة في التوعية ويكونوا رديف لوزارة الصحة طبعا تحت إشراف من؟ تحت إشراف وزارة الصحة المتقفين الصحيين كانوا من وزارة الصحة والحمد لله استطعنا أن نتقف ما يقارب عشر ألف عبر منظمات المجتمع المدني وعبر الكشافة فهناك يعني صح أنه أنت في استهدار كيف تدار سيد عبد الله هذه الحملات التوعوية هل الأمر مركزي بحيث أن وزارة الشباب والرياضة هي من تتابع الأمر على مستوى جميع المحافظات أم أن الأمر يخضع لإدارات معينة منفصلة كل محافظة عن الأخرى أولا أخي نحن بالتنسيق مع وزارة الصحة الأستاذ نافل بكري وزير شابو الرياضة عمل تعميم إلى جميع مكاتب الشباب في المحافظات إلى العمل مع المحافظين وتفعيل دور الشباب للعمل على التوعية ولا أخفيك سرا أن منظمات المجتمع المدني هي لديها الخبرة وليها دي المقالة أنها عملت مع منظمات دولية وهم طاقة والشباب طاقة ونحاول نسخر طاقاتهم لكي يستطيعوا أن يساعدوا وزارة الصحة زي ما قلتنا هناك في استهدار ويقب أن نحن قدر المستطاع أن نفعل ونوصل الرسالة لكل دار وكل بيت عن طريق التوعيات ونحن حاول نفعل الإمكانيات إن شاء الله طيب يعني كيف وجدتم الناس هل هناك تعاون مع هذه اللجان هل هناك استجابة واضحة للناس فيما يتعلق باتخاذ الاحترازات اللازمة من هذا الفيروس أم أنه ما زال الوضع توجد الكثير من التصرفات اللامسؤولة والتي سمعنا شكاوي كثيرة تتعلق في هذا الأمر شوف أخي بقول لك الصدق يعني الصراحة يعني هناك بعض أشخاص يصورون مناطق أنه ما زال في استهتار لكن دعنا نرقع إلى عدن ونرى كيف كانت وكيف أصبحت الأسواق راكدة في عدن يعني أنه هناك في ناس لامسين مستشعرين الخطر تمام لكن احتياجاتهم تتعرف في بعض الأسر تتكل على اليومي يعني ليس لها رواتب تابتة وفينا في مشاكل معهم بدل الأمور لكن هناك برضو استقابة كبيرة من المواطنين لكن في بعض أماكن أخرى يصورها أو يضففها الإعلان يعني هناك أعتقد فارق واعي بسيط فيما يتعلق بإذا ما قسنا مقارنة ما بين عدن ومحافظات أخرى لكن إذا ما تحدثنا عن محافظات أخرى غير عدن إذا أتينا إلى شفوى إلى لاحج إلى أبيان إلى حضر موت إلى مدن كثيرة كيف هو الوضع يعني نحن كما حتى يتم الحديث كثير عبر السوشال ميديا وأيضا عبر ما يصرح الكثير بأنه إذا نزل أحدهم إلى السوق وهو لابس الكمامة يتم الضحك والاستهتار به يعني حالة غير طبيعية أيه أيه هذا صحيح كلامك صحيح بس في أغلب الأوقات هذا كان فينا السابق لكن الآن الناس أكثر وعي بدأ الوعي يدخل بين الناس نقدر نقول بدأ الوعي يدخل بين الناس والحمد لله أن الفيروس وزارة الصحة وزارة الصحة صرحت أنه لا يوجد فبدأوا الناس يعني يلتمسوا لكن هذا يعطي نحن دور كبير نحن نستمر بعملة توعية بحيث أن تقضي على الفيروس كورونا قبل ظهوره أن أضافة شخصية تلعب دور فبالأول أخير نحن نستطيع أن نوعي أكبر أشخاص ممكن أكثر أشخاص نحن لا تنسي نحن واقعين في وضع في ظل حرب فالآن برضو نحن كمان نسخر إمكانيات نحن المحافظات الأخرى أننا نحن في عدن ونحاول أن نركز اهتمام نحن أكثر على المحافظات الأخرى في المرحلة الواقع نحن كوزار شاب الرياضة سوف نفعل التقربة الناجحة التي كانت في عدن مع المبادرات ومنظمات سوف نحولها على المناطق الأخرى وإن شاء الله ستشوفها بشكل ملموس إذن جميل ابقى معي سيد عبد الله وأرحب هنا بضيفتنا من تاعز مسؤولة مبادرة حمايتنا الناشطة المجتمعية أمل الشرعبي سيد أمل مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا بكم أهلا بك سيد أمل لو تحدثنا هنا عن تاعز كيف هو الوضع وما مدى التزام الناس وما مدى التفاعل مع حملات التوعية بالنسبة لتاعز بشكل عام الظروف السيئة التي تمر بها اليمن عام وتاعز خاصة من حرب وحصار وانعدام البنية التحتية إضافة إلى ما هو حاصل بالعالم بين انتشار الفيروسات الفتاكة فهنا اللي واجب علينا كمبادرات وكم طوعين وإضافة إلى المجتمع الحد من انتشار ومنع انتشار أو ظهور الفيروس بشكل عام بالنسبة للمجتمع اليمني وتاعز خاصة فهنا التوعية تقبلهم للتوعية بشكل عام هم متقبلين من سابقا بالأوبيئة اللي كانت متنتشرة وبالكل راحة الملاريا فالنسبة لنا كمتطوعين ومبادرين فقد لهم تقبل المجتمع بالنسبة لهم كتوعية انتشار الوعية الصحي بشكل عام متقبلين وعاملين اللي هم يعني متقبلين الوسائل التوعية وسائل الحماية بشكل مستمر وان شاء الله ان شاء الله ان الوباء هذا ما يدخل في اليمن بشكل نهائي نأمل ذلك ولكن انتم تجدون الوضع فيما يتعلق بإدراك الناس والتزامهم يتحسن يوما عن آخر بالنسبة لأن بسبب انتشار التوعية يعني الآن سابقا كما قلت انه في حال انعزام الوعي الصحي يكون انتشار لكن في حال التوعية الصحية اتفاق مكتب الصحة المبادرة المحافظة التعيد أدى إلى ارتفاع الوعي الصحي بشكل كبير ردى المواطنين يعني الآن ما يلاحظ الاتزام بعض المحلية يعني من يقولش بشكل عام فالتزام البعض منهم بوسائل الوقاية الحماية الشخصية الحجر الصحي لبعض الفئات فهنا بشكل مستمر يعني يرتعن مسؤوليتهم بحال الحماية للمجتمع من الوباء المنتشر طيب سيدنا أمل ما هي أبرز التحديات والعوائق التي تكف أمامكم أنتم كناشطين للتوعية من مخاطر هذا الفيروس بالنسبة للمطوعين انعدم وسائل الوقاية الشخصية بشكل عام القفوزات الطبية الكمامات المواد المطهرة بسبب الحصار فهذه أبلغ المخاطر والمعوقات التي يمكن أن نتلاقين نحن كموادرات مجهودة شخصية للآن يعني ما فيش جهات داعمة يعني أنت تخصودي أن فراق التوعية تقوم بالنزول لتوعية الناس وهي أساسا لا تمتلك وسائل الوقاية التي بالإمكان شرحها للناس حاليا ما قد سبق وقلت أنه بسبب الحصار الأوضاع الصحية وإنعدام البنية التحدية فإلى الآن نحن كموادرات مدئيا يتم عمل تدريب للمتطوعين اتخاذ الوسائل والإقراءات اللازمة لحماية المتطوع وحماية الشخص الذي يتم توعيته بقدر الإمكان يعني بقدر الإمكان أن نعمل الوسائل لكن بالنسبة لنا كمتطوعين فإلى الآن لا نملك الوسائل الوقاية الشخصية نعم بالنسبة للدعم الرسمي هل هناك أي دعم رسمي لكم أنتم كمتطوعين وشباب يعملون على مبادرات توعوية كما قلت سابقا الدعم أو المجهود المبدول هو شخصيا من قبل المتطوعين أنفسهم ولا توجد أي بوادر حتى الآن ولا توجد أي تواصلات لأن يتم ترتيب الوضع لقادم الأيام يعني الأمر مجمد تماما الأمر في حل بالنسبة لمكتب الصحة يحاول قدر الإمكان أنه يعمل نشر للوعي الصحي التدقيق مع المبادرات فقط اليوم مبدئيا وبالنسبة لنا كمجهود شخصي متطوعين نزول الحارات عماكن تقمعات مواد معطمة هذا كل شيء مجهودا الشخصي نعم إذن سيدة أمل تكرمي بالبقاء معنا وأذهب الآن لضيفي الآخر مدير إدارة تنمية الشباب ووزارة الشباب والرياضة سيد عبدالله البكري ويعني لعلك استمعت سيد عبدالله بأن الشباب في تعز يعني يكافحون بمجهود شخصي ولم يلتمسوا أي شيء من جهة مسؤولة طبعا الكلام الذي قاله الأخت كله صحيح طبعا في دك أنه طبعا في عدن لنواقه لا توجد لا كمامات ولا أيضا القليفز حق الأيدي إلا في كميات بسيطة نحن نحاول رغم الوزير سودنا في البكري حول المبالغ لكي نشتري لكن لا منقيد بالسوق لكي نوفرها للمبادرات ولمنظمات المجتمع المدني لكي تعمل إلا بكميات بسيطة ونحن نحاول قدر المستطاع أن نوفر للشباب وما زلنا نوفر الحمد للآن ووفرها لكن بقهد لكن الأخت يمكن أن تتقه إلى مدير مكتب الشباب في تعز وممكن نحن أيضا نتواصل وما عندهم مشكلة يمكن أن نوفر لهم الملصقات وزارة الصحة أيضا الملصقات أنتهت وخلصت عندها يمكن أن نوفرهم الملصقات التوعوية ونوصلهم على الإمكانيات الموجودة ماشا مشكلة جميل لكن هنا نقطة أخيرة وباختصار لانتهاء وقتنا معك سيدة عبدالله فيما يتعلق بالاحتكار الحاصل هناك دول كثيرة تشكو من احتكار التجار للمواد المتعلقة بالوقاية كالكمامات والمعاقمات وغيرها لازلت هذا الأمر يشكل معاناة كبيرة وتحدي كبير أمام الكثير من الدول كيف هو الواقع في اليمن هل هناك ضبط للتجار المتلاعبين في هذه المواد والله حاليا أنا على ما أرى لأن أرأيت أي ضبط صراحة لكن رحضنا أنه في كثير من المنظمة المدني والمبادرات أخرى عملت على صناعة كمامات لكن لا أعلم أنها صحية 100% أو لا لكن إن شاء الله الأوضاع سوف تتحسن والقادم بيكون أفضل إن شاء الله أنه فيروس كورونا لا يدخل اليمن إن شاء الله هذا ما نسعى بالتوعية القضاء عليه قبل أن يأتي إلينا ونشكر الأستاذ نافي البكري وزير الشاب والرياضة أنه استشعر المسؤولية وعطاها نحن أوامر بالتدخل وتفعيل دور الشباب جميل إذن أشكرك بتوصيل الرسالة للكل أشكرك السيد عبد الله البكري مدير إدارة تنمية الشباب ووزارة الشباب ورياضة كنت معنا من عدن شكرا جزيلا لك وأعود مرة أخرى لضيفتنا من تعز سيدة أمل الشرعبي سيدة أمل هنا نقطة أخيرة يعني ما المطلوب لتجاوز التحديات خصوصا فيما يتعلق بالثقافة المجتمعية بالنسبة للتحديات أولا توفير بالنسبة لشكل عام توفير وسائل الوقاية الشخصية التجمعات بقدر إن كان نعارضين أنه التجمعات للأشخاص أو الدخلهم بارعا أجر يومي يعني ما نطلقش أنه نعمل حاجر صحي أو منع للتجمعات بشكل عام أو بشكل نهائي فقدر الإمكان أنه يتم التوجيه بعمل أسواق تكون منتشرة داخل المدينة بشكل كبير المسافة ما بين كله على قدر الإمكان أو على قدر أقل لتقدير عشرة متر عمل في حالة التجمعات الأسواق قدر أنه يتم تخفيف الإزدحام بشكل عام بالنسبة للتوعية هي مستمرة إن شاء الله في رسل اليمن ولا يحصل أي انتشار لهذه القائحة لأن إذا حصل الانتشار يحصل كارثة كبيرة بظل استقار اليمن لبنية تحتية الحرب والحصار المنقود والمنتجة احتكار الآن زي النصة التي ذكرت له احتكار التجار للمواد المعقمة القفازات والكمامات قدر الإمكان نحاول أنه صحيح أن صنع الكمامات يتم محيانا محليا لكن لا نعرف هل تكون صحية نظيفة أو غير ذلك هو الأمر يعني يحتاج إلى تكاتف الجميع وعمل مشترك للوصول إلى يعني مواجهة حقيقية لخطر هذا الوباء والفيروس وكما استمعت أيضا سيدة أملي حديث مدير إدارة تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة سيد عبدالله البكري قال بأنه بإمكانكم أنتم وأي مبادرة شبابية التواصل مع مدير مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة ليتم التنسيق وتواصل أيضا معه شخصيا فيما يتعلق بتقديم الدعم لهذه المبادرات التوعوية إن شاء الله أتم نحن الآن نبحث عن تعديل التكافر الاجتماعي للمجتمع اليمني وتنوع بيئته وطرق وقايا فيروس لكن حاليا ما يتم التوعية عليه الإقراءات الواحد اتباعي على التعامل مع الحالات اللي يشتبه بصدقه أو اتخاذ الإقراءات اللازمة لمنع الانتشار الفيروس والعادات الصحية السليمة يعني في عادات عندنا بالمجتمع اليمني قد تكون غير سليمة ساعد بانتشار المرض كما ذكرت احنا ممكن نتواصل وكشولهم الشكر القديل نتواصل مع نقبة الشباب والرياضة وممكن أنهم يساعدون اشكرك سيدة امل الشرع بمسهولة مبادرة حمايتنا كنت معنا من تعز ومشاهدين نذهب الان لمشاهدة هذا الاستطلاع ايضا يبهر حديث الناس حول مدى التفاعل مع اجراءات السلامة من هذا الفيروس هذا الاستطلاع من محافظة مأرب نشاهد سويا حقيقة نحن في محافظة مأرب نعمل جادين على يصال الوعي الصحي لجميع المواطنين وبلا شك هناك مخاطر تواجه العاملين الصحيين او المتقفين الصحي بشكل عام اهمها قلة او الدعم المادي حاليا وكون تحرك طوعي هذا يأثر على تحركاتنا وعلى سرعة الاداء لكن فضل العز لدينا فريق تطوعي كبير استطاع وهمت أبناء المحافظة استطاعنا خلال المبادرات المجتمعية ومخلال تطوعي المجتمع المجتمعيين أن نصل إلى عدد كبير جدا نحن نفذ الآن حملات توعية من منزل إلى منزل حتى نستطيع ضمان وصول المعلومة إلى جميع المواطنين حقيقة من أهم ما يعيقنا كذلك هو انتشار تجمعات النازحين بشكل كبير جدا ما وسع الخرق على الرائع ويجعلنا أن نصل ببطء لكن سوف نصل إن شاء الله تعالى اليوم مع منظمة الهجرة الدولية وشركاها والوحدة التنفيذية للنازحين نقوم تدريب لقطاعات النزوح ونعمل بجد ونسأل الله سبحثانا أن نوفق الجهود أكثر التحديات التي تواجه المعين في الميدان هي ثقافة المجتمع ونظرته للمرض على أنه متعلق بأشياء أخلاقية بأشياء ثقافية في المجتمع وهذه أكبر عائق بيكون أمام المعين بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للحملات التوعية هي أكبر تحدي يواجه مستوى التنسيق وإيصال الرسالة إلى كل بيت نحن أمام ظاهرة تفشي وباء لا قد ترى الله قد تصيب أي أسرة أي شخص ولا بد أن تصل الرسالة باضحة بما هي الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية ضد وباء كوفيد ناينتين الذي هو كورونا نحن بحاجة إلى أن ننشر أكبر قدر ممكن من العاملين الصحيين لكي يعني وعوا هذه الأسر وعوا هذه المخيمة المخيمة النازحين عندنا مكتظة بالسكان ولا يوجد أدنى معايير الاحتراز إذن مشاهدين هذا كان استطلاع من محافظة مارب وأرحب هنا بضيفي سينضم لنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة مارب السيد عبدالله المنصوري مدير مركز ميديا برولي الإعلام وعضو حملة أنقذوا السجناء من كورونا سيد عبدالله سعد الله مساك بكل خير أهلا مسألنا أخي العزيز تحية لك ولمشاهدين جميعا حياك الله سيد عبدالله نتحدث اليوم عن بيروس كورونا والاحتياطات والاحترازات المتخذة في حال لا سمح الله تفشى أو وصل هذا البيروس إلى اليمن يعني كونك متواجد حاليا في محافظة مارب صفلنا الوضع ما مدى يعني استيعاب الناس والتزامهم بالاحترازات من هذا الفيروس في الحقيقة أخي الكريم إلى حد الآن لا 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 توجد أي حالة اجتباحة وهذا يجعل اليمنيين مطمنين إلى حد ما فلذلك نستطيع أن نقول أن الالتزام بإقراءات الوقاية في الحد الأدنى ضعيفة جدا لا زالت الأسواق منتشرة ولا زال الناس متواجدون والتجمعات أيضا منتشرة الحركة لا زالت قارية أعتقد أن البلد بشكل عام هو يعيش في حالة حرب والناس مستعدون للحرب والتقيش وبفعل الهجمات أو تصعيد الهجمات من قبل ميليشيات الحوثي وهذا أيضا يفاكم الوضع الإنساني في مواجهة خطر فيروس كورونا نعم لكن بالنسبة لأمام ما ذكرته من عدم التزام للناس بمخاطر أو بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس هل بالمقابل هناك توعية من جهات رسمية ومن مبادرات مجتمعية ومن منظمات أيضا بلا شك هناك العديد من المبادرات التوعوية وأيضا المبادرات الشبابية وطلابية وصحية لتوزيع الكمامات والتوعية بشكل عام التوعية الإعلامية والتوعية المجتمعية لكن كما قلت لك لم ليست بالحد حتى الأدنى في حال لا قدر الله أن تشر الفيروس لن تمثل أي وقاية أو حماية لهذا المجتمع من ذلك الفيروس نعم لكن ما هي التحديات والمصاعب التي تواجه الحملات وإجراءات التوعية بمخاطر هذا الفيروس في مارب باعتقاد أنه يعني تعامل المجتمع بتساهل كبير أو بعدم جدية مع خطورة الفيروس هي واحدة من هذه الأسباب إضافة إلى السبب الرئيس وهو الوضع الحالي بسبب الحرب التي تطلب تواجد الناس وخروجهم وانتشارهم أيضا أخي الكريم لا ننسى أن ميليشيات الحوثي صادرت دخول الناس ورواتبهم فلذلك أغلب المواطنون اليوم يعيشون أو يشتغلون بالأجرى اليومي لا توجد رواتب ومن الصعب جدا الالتزام بالإجراء الرئيس وهو الحجر المنزلي مثلا إضافة إلى كثير من الأسباب التي تعمل دون تحقيق الهدف من التوعية والالتزام بإجراءات الوقاية للحماية من فيروس كورونا نعم لكن إذا ما ذهبنا إلى الحملة والتي تحمل عنوان أنقذوا السجناء من كورونا وأنت عضو في هذه الحملة يعني ما مدى التجاوب معكم في هذه الحملة وما الذي حقق حتى الآن في الحقيقة الحملة هي تأتي لمحاولة إنقاذ السجناء الذين يعيشون وضعا خطيرا نتيجة تفشي فيروس في الفيروس لو قدر الله وتفشي هذا الفيروس أيضا أخي الكريم لجنة المراكبين الدوليين قالت يوم أمس أن الخطر انتشار الفيروس يأتي من السجناء لدى ميليشيات الحوتي فهذا يدق ناقص الخطر أمام الكل فكما يعلم الجميع أن السجون في اليمن في الوضع الطبيعي تفتكر لأبسط وأدنى المعايير الصحية لا توجد تهوية لا توجد مياه نظيفة لا استحالة أن يتم الالتزام بإقراءات الوقاية على الإطلاق لا يمكن أن يتم الحاجر ازدحام الزنازين والعنابر أيضا ضعف الحالة الصحية ابتداء لدى المساجين وضعف الجهاز المناعة لديهم نتيجة التعذيب بالذات المختطفين لدى ميليشيات الحوثي هؤلاء تعرضوا لتعذيب أرهق صحتهم وأضعف أجهزة مناعتهم فلذلك هم عرضة لهذا الفيروس أن ينال منهم وبالتالي سينتشر منهم وإلى كل الطياف المجتمع لو قدر الله في الحقيقة كانت هناك مبادرات وهناك دعوات وهناك اتفاقات وقعت ولم يتم الالتزام بها إطلاق الكل مقابل الكل وبعدها الاتفاقات التي تمت في عمان ولم يتم تنفيذ أي شيء الحملة هي جات بمدأت هذه الحملة هل هناك يعني وصلتم إلى يعني الإفراج عن سجناء معينين أو أنه تم الاتفاق مع جهات معينة للإفراج عن بعض السجناء يعني ما الذي أنجز حتى الآن في الحقيقة لم نصل إلى هذا المستوى من أهداف الحملة لازلنا في البداية ونطالب باحتشاد كل المعنيين بالقوانب الإنسانية والحقوقية في العالم لأنه كما تعلم أن ميليشيات الحوتي تتمترس خلف هذه القضية الإنسانية العادلة ولا تستجيب لأي مناشدات ولا أي مطالبات فنحن لا نعول على ميليشيات الحوتي بالحد الأدنى إنما نعول على الضغط التي سيمارس عليها من قبل كثير من المنظمات الإنسانية المعنية من قبل مبعوث الأمم المتحدة القهات التي يمكن أن تحدث فارقا ونتيجة لإنقاذ هؤلاء السجناء والمختطفين والمخفيين قسريا والتحول دون موتهم بهذا الوباء القاتل نعم بالنسبة لتاعز هناك تقريبا أكثر من 43 شخص تم الإفراج عنهم أو 240 وأيضا في مارب أكثر من 60 وفي شبوى أكثر من 70 شخص هذه أو هذا العدد من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم يعني تم بالتنسيق أو بمتابعتكم أنتم في هذه الحملة أم أنها تم من خلال استشعارها المسؤولية من هذه الجهات ومن ثم تم إطلاق سراحة هؤلاء أخي الكريم هؤلاء تم لأن السلطات الرسمية ابتداء تستشعر المسؤولية وثانيا لا شك أن الحملة والتوعية خلال الفترة الماضية أثر كبير في هذا القانب لكن نحن اليوم نتحدث عن 9000 مختطط لدى ميليشيات الحوتي بينما هناك عدد آخر من المخفيين قصريا هناك الكثير وآلاف السجناء في قضايا بسيطة وهامشية وأتافها لا زال في هذه السجون تستحق السلطات المحلية في مأرب وفي تعز وفي شبوة الإشادة على القيام بهذه الخطوات الإنسانية ونحن هنا نتمنى أن يحذو الجميع أو البقية حذو هذه المبادرات الإنسانية هل يتصر فقط على مناطق الشرعية أم أنه حتى مناطق سيطرة الحوتي يقع في إطار مهام هذه الحملة لا شك أن الحملة هي كل السجناء دون اقتصار عند الجميع لكن دعني هنا أوضح شيئا نحن نعتقد بأن السلطات أو أنا على الأقل شخصيا أعتقد أن السلطات في الحكومة الشرعية عندها استعداد كبير لإطلاق كافة السجناء والدليل أن سلطات مأريب وسلطات شبوى وسلطات تعز أطلقت حتى السجناء لكن اليوم هو المعوق كما قلت لك هي ميليشية الحوتي التي ترفض أي استجابة إنسانية لهذا الموضوع فلذلك هنا تكمن الأهمية في عمليات الضغط لإطلاق كافة السجناء سواء في سجون ميليشيات الحوتي أو في المناطق الأخرى في كافة السجون اليمنية يجب إطلاق هؤلاء السجناء بالنسبة للحملة كيف كان الضغط على ميليشيات الحوتي لإطلاق سراح السجناء الذين يقعون في مناطق سيطرتها هو لا بد من تشكل ضغط كبير على هذه الميليشيات كما لاحظنا هي لا تعير أي اهتمام سواء للمطالبات الدولية والأممية والإنسانية لا بد من ضغط أممي لا بد أن يكون للمبعوث الأممي موقف حازم وقاد أيضا الحكومة الشرعية لا بد أن تقوم بدورها وتحرك الأوراق في هذا الاتقاه واستقابة لهذه القضية الإنسانية العادلة أيضا المجتمع وهو المعني الرئيسي اليوم لا بد ما يكون هناك ضغط مجتمعي وشعبي على ميليشيات الحوتي بالاستجابة لهذه المبادرات ولهذه ضرورة اللحظة يجب أن يتم إطلاق كافة السجناء نحن نقول يجب أن يتم إطلاق الكل مقابل الكل وأن ينال هؤلاء حريتهم وأن يعودوا إلى أهلهم وإلى أسرهم وأن لا يبقوا عرضة لمخاطر الموت من فيروس كورونا لا قدر الله نعم لكن سيد عبد الله أمام حالة اللامبالاة التي يشكو منها الكثير والكثير من المبادرات والمتابعين للوضع في اليمن حالة اللامبالاة والالتزام من قبل الناس بالمقابل أيضا هناك أو ثم تمن يرى بأن هناك أيضا مسؤولين في الدولة سياسيين وأيضا عسكريين أيضا بنفس المستوى لا يدركون فداحة الأمر ومدى مخاطر هذا الفيروس كيف تجد هذا الأمر في حقيقة الأمر نحن نعيش في حرب وهذه الحرب هي في حقيقتها بسبب انكلاب ميليشيات الحوتي ميليشيات الحوتي اليوم بدلا من الاستجابة لمناشدات التهدئة وإيقاف التصعيد هي على العكس من ذلك صعدت في جميع الجبهات استغلالا لهذا الظرف الإنساني الطارئ والخطير على العالم بأسره وليس على اليمن فقط التي لا تمتلك أدنى مقومات مواجهة هذا الفيروس التصعيد في الجبهات مؤخرا خلال هذه الفترة هو يعكس بطبيعة الحال لماذا نجد الآخرين مقبرين على مواجهة هذا التصعيد هي شتتت الناس من الاهتمام بالجانب الإنساني والاهتمام بمواجهة مخاطر فيروس كورونا وفرض إجراءات الوقاية بمواجهتها هي كما يصفها البعض بالفيروس الأكبر أو الفيروس الأخطر على اليمنيين نعم نعم إذن وضحت الصورة أشكرك جزيل شكرا الصحفي عبدالله المنصور مدير مركز ميديا برو للإعلام وعضو حملة أنقذ السجناء من كورونا أشكرك سيد عبدالله كنت معنا من محافظة مارف شكرا جزيلا لك ومشاهدين قبل أن نذهب إلى ختام هذه الحلقة نشاهد هذه المقطوعة التوعوية للفنان اليمني أياد نجيب نتابعها سويا مرة في حينا زارنا شخص قبيح بخبث قال لا لا ليس هناك ما يخف قال أنتم أقويا فيروس كورونا ضعيف ولذلك لا نحتاج للتعقيم والتنظيف مرة في حينا زارنا شخص قبيح بخبث قال لا لا ليس هناك ما يخف قال أنتم أقويا فيروس كورونا ضعيف ولذلك لا نحتاج للتعقيم والتنظيف لا تصدقوش قروا بالبيوت ولو خرجتم مرة خليكم حاذرين لو خرجتم مرة خليكم حاذرين احتروا تجمعات كونوا دائم وعين لا أعرس لا عزمات بالبيت بقوا آمينين احتروا تجمعات كونوا دائم وعين لا أعرس لا عزمات بالبيت بقوا آمينين لا تصدقوش قروا بالبيوت لا تصدقوش قروا بالبيوت ولو خرجتم مرة خليكم حاذرين لو خرجتم مرة خليكم حاذرين اشتركوا اشتركوا احترازات على مستوى عالي لمواجهة هذا الفيروس ونتمنى أيضا لكي تبقوا سالمين أنتم وأهاليكم وأحبابكم أن تلتزموا بجميع إجراءات الوقاية من هذا الفيروس ونتمنى السلامة للجميع وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديعطة وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى في رعاية الله اشتركوا في القناة